يا كابتن مصطفى حضرتك قبل الثورة كنت بتشكر في الرئيس السابق وأولاده ودلوقتي بتشكر في المشير يا كابتن مصطفى يونس أين ضميرك الإعلامي وكل حاجة تحصل في مصر تقول 6 إبريل هي السبب يا كابتنال حضرتك بتعاقب 6 إبريل على المشاركة في الثورة أرجوك أن تقرأ رسالتي عشان الناس تشوف مصدقيتك أنا عايز أقول للأخ العزيز اللي بعت الرسالة أنا لم أغير رأيي حتى هذه اللحظة وقلت مراراً وتكراراً أن أنا أعشق الرئيس السابق وأولاده كانوا أصدقائنا لكن هناك حب أكبر من ده هو حب مصر وحضرتك مثل بالنادي الأهلي على علاقة التي تربطني بالخطيب وحسن حمدي لكن هناك علاقة تربطني أكتر من علاقتي بحسن حمدي والخطيب وهي النادي الأهلي وهو ده الفرق الفرق الآخر أن أنا أقول رأيي وأنت أقول رأيي وأنت حر والناس هي اللي تحكم لكن أنا لم أغير رأيي إطلاقاً لما أجيب أتكلم على الجيش بأتكلم على جيش حامي وطن جيش الناس بتطلع بتقول إحنا هنهدم الجيش إحنا هنقصر